بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني المناعة ومقومة جسم الإنسان للمرض مفهوم المناعة يتعرض جسم الإنسان لدخول كثير من الأجسام الغريبة إليه والتي يشكل بعضها مصدر خطر عليه مما يستوجب وجود نظام دفاع ضد هذه الأجسام ويتمثل هذا النظام بالجلد الأخشية المخاطية وخلايا الدم البيضاء والبروتينيات الوقائية إضافة إلى جهاز المناعة تعريف المناعة هي عبارة عن مقاومة الجسم ضد الكائنات الممرضة التي يتعرض لها الإنسان أو نواتجها السمية وذلك عن طريق التعرف على هذه الأجسام الغريبة وهي ما تسمى بـ Antigen وإنتاج الأجسام المضادة Antibody لها وتحتيمها لذا يجب أن نعي تماماً أن الضرر الذي يتم لجسم الإنسان يمكن أن يكون نتيجة كائنات ممرضة مثل الفيروسات مثل البكتيريا ولكن يمكن أن يكون الضرر لجسم الإنسان نتيجة السموم التي تنتج من هذه الكائنات الممرضة وليست الكائنات نفسها الأنتجن هو أي مادة زاد طبيعة كيميائية بسيطة أو معقدة مشتقة من أجسام كائنات الحية الأخرى أو خلايا الميكروبات أو جزيئات بروتينية أو كربوهايدراتية لهذه الكائنات تكون غريبة عن جسم الإنسان ولكن لها القدرة عند دخولها الجسم على تنبيه الجهاز المناعي لتكوين استجابة مناعية نوعية نحو ذلك الجسم الغريب وذلك عن طريق تكوين الأجسام المضادة هذا ما ينتجه جسم الإنسان هذا ما ينتجه جسم الإنسان ويكون مضاد لهذه الميكروبات أو الجزيئات البروتينية أو السموم أو المناعة الخلوية الوسيطة التي تتفاعل معها أو سمومها لإنهاء آثارها الضارة على الجسم فهذا هو الأنتجن الأجسام المضادة هي عبارة عن بروتينات سكرية جلايكو بروتين تعود إلى بروتينات بلازمة دم جمحها من نوع الجلوبليلين التي لها القدرة على التفاعل بصورة نوعية مع الجسم الغريب الذي استحصت على تكوينها ترجمة نانسي قنقر